موسيقى سهل فل سهل هنبسهل سهل حب وسهل قوة عليك يا حبيبت قلبي وحشيني قوي قوي من مبارح ازاي اكون شخص محبوب ازاي يكون عندي سيرة طيبة حتى بعد ما موت ازاي يكون شخص هعيش في وسط الناس يحبوني ولو علاقتي اتقطعت بهم تكون صرتي طيبة في وسط الناس مايبقاش فيه قاعدة فيه هنم ويتقلق اصل فلانة الفلانية دي كذا واحد لازم تكوني كاتمة اسرار طول الوقت لا اسمع لا ارى لا اتكلم حتى لو انت قطعتي مع الشخصية اللي انت كان فيه ما بينك وما بينها عشرة وعش وملح تحترمي العشرة والعش وملح فلما تبقي قاعدة في قاعدة لو مش هتقدر يتكلمي عن الشخص ده بشكل كويس او طيب ما تفشيش اسراره او اسرارها برا لو انتو بتتكلموا مع بعض ولو انتو ما بتكلموش مع بعض كتم سر الانسان دي من افضل واحسن الصفات والخصى للانسان نمرة اتنين ما قدرش اقول ان انت تكوني جدعة قوي لكن لو في ايدك انك تساعد حد اعرفي ان ربنا بيسخرك او بيستخدمك او بيجعلك وسيلة انك تقدر يتساعد وتخدمي الناس وما بيشيلش ده حمل هو ما قدرش يشيله كل كتف شايل حمل ربنا عارف انه يقدر يشيله تلاتة لازم تكوني انسان صادق مع الناس يعني ما ينفعش ان انت تشجعي حد على شيء على باطل لمجرد ان انت يتقال عليك انك صديقة كويسة او جدعة او 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 اتعرف فلانا دي دي فلانا دي بتقف لاي حد وبتعمل اي حاجة على شخاطر اي حد ما ينفعش اعمل اي حاجة على شخاطر اي حد الا بصدق ولازم تكون مشاعري وانا بتعامل مع الناس تكون مشاعر صادقة بلاش النفاء بلاش الافورة في المجاملة لانه لانه كمان الصدق منجي تخليكي منتو وصدت حق انا اربع حلو ان الانسان يسمع الايجابيات بتاعته حلو ان انت يكوني البني ادم اللي بيقول اه الله يا فلان شكلك حلو النهاردة الله يا فلانا طرحتك حلوة الله يا علان ايه اللي بتسامل حلوة دي النهاردة يومك حلو يومك جميل يومك سعيد وفي السعودية بيقولوا ابشري استبشري خير ان شاء الله خير الابتسامة الحلوة الايجابيات في الناس انك تنشري كمان الايجابيات مش بس تتكلمي عليها في الناس ده شي يخلي الناس كلها تحبك خمسة الصبر الصبر مفتاح الفرج لما بتقيش صبورة بتبقي لحوحة فبتقادي كل يوم تتكلمي مع الناس اللي حواليكي ده انا الشغل مجاليش ده انا بالتليفون مجاليش ده انا فلان مردش علي ده انا ببعت له مردش علي ده انا مديري قال لي مش عارف ايه وانا لقلت له ايه وما كلمنيش وما بعطيهش سيرا ده انا بيته في التليفون في حضني عدم الصبر بيخليكي إنسان سلبي شكاي كثير طاقة السلبية فبيطفش الناس اللي حواليكي لكن الصبر بيخليكي هاتية بيخليكي مطمئنة تنقلي الطمأنينة للناس اللي حواليكي فلما حدي يكلمك تقوليه خير اتطمن ربنا ما بيجيبش إلا خير إن شاء الله خير قدين عالين ومستنين فرج ربنا قريب الله يا رب عليك إن شاء الله أنا مستبشرة خير أنا متفقلة خير ها؟ كمان الغل والحقد يبان على الوش الغل والحقد يبان في العين الغل والحقد الودن تسمعه والقلب يحسه ابعدي ابعدي عن الغل ابعدي عن الحقد عرفي إن ربنا سبحانه وتعالى كتب لكل إنسان مصار معين ورزق ربنا رزق بحاجة مش رزقني بياه ورزقني بحاجة مش رزق بياه الحمد لله يا رب على نعمتك الحمد لله يا رب أنا زي الفل الحمد لله يا رب ربنا يمكن يكون رزقني بشهرة لكن رزق بزوج صالح يمكن أنا تبناه وما عنديش وإنتي عايزة اللي عندي لو أنا فضلت عايزة اللي عندك وإنتي عايزة اللي عندي هغل عليك وتغلي علي لكن لما نقول الحمد لله يا رب على فضلك ونعمتك لربعة وعشرين الحمد لله يا رب حزبت ليك يا رب وشكرا يا رب على الغل والحقدة يمشي كمان فكرة إن أنا دايماً فتاية بافتي إيه رأيك في الكواكب ده الكواكب بيقولوا إن هم اكتشفوا مش عارفة إيه إيه رأيك في العلاقات ده العلاقات مش عارفة إيه الزرع ده الزرع بيرش الزرع مش عارفة إزاي الكاميرا ده العدسة بتاعت مش عارفة إيه الطائرات آه ثلاث سبعات ما فيهاش حاجة لما نقوله ما نعرفش لازم يعني مش لازم دايما تعويه نفسك ابو العريف بالعكس فكرة انك تقولي وانتي قاعدة في وسط قاعدة انا ما عرفش المعلومة الفلانية اعذروا جاهل يا جماعة مش عارف ايه الناس حتى تحب انها تتكلم معاكي تحب تقولك معلومات تصدق اللي انتي بتقوليه لان انتي لما تتسمع وانتي بتقولي ما عرفش اللي انتي حتقوليه حيتصدق لان انتي اللي عرفها هتقوليه واللي ما بعرفش ما بعرفوش ما بتكلمش فيه ما بفتيش لانه الحقيقة يعني من قاله لا اعرف فقط قفت الحقيقة يعني فكرة بقى ان انا كون ممتنة ان انا اصهر ان انا ممتنة شكرا لحضرتك ان حضرتك جبتلي كباية المي شكرا على ان الله الميكب حلو النهاردة شكرا يا امي ان انتي دعتيلي شكرا يا ابوي على الجزمة الجديدة شكرا يا صاحبتي ان انتي بقفتي جنبي شكرا يا جوز يا حبيبي ربنا يرزقك ويفتحها في وشك على العيشة الكريمة اللي انت مديها لنا شكرا يا بنتي على حنانك لي يا فكرة ان انا اصهر امتناني للناس دي فكرة تخليكي تكسابه كل الناس لما الواحد يحس انه 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 انا بعمل حاجة ومتقدرة الانسان يحب يحس انه متقدر في الشغل متقدر في البيت متقدر في الشارع متقدر يحب يحس يحب يسمع كلمة شكرا فلما تقولي شكرا وتدعي للناس دعوة حلوة الناس كلها تحبك واخيرا تهادو تحبو فكرة انه انا اخش رايحة ازور واحدة صاحبتي في العيد واجب لها طبق كحك دي حاجة حلو اني افتكر الناس اللي بحبوهم وبيحبوني في مناسبة دي حاجة حلو فكرة انه انا اعزم الناس على اكلة حلوة حتى لو سنتجت على فكرة كبدة واسجق فكرة انه انا اعيد على الاطفال الصغيرين في العيد لو بعشرة ولا بعشرين جنيه اي حاجة صغيرة لعدد تلات اربع اطفال دي حاجة حلوة الناس الناس اللي حوالي لما حسوا انه انا شخص عندي اصول شيك عندي زوق بحبهم وحب هديهم بحب اشوف الابتسامة على وشهم اشوف صاحبتي بتحب قلم روج انهي قلم روج انهي سباعة روج الغيه بتحبوا اللون النود الدرجة الفلانية واجبوا لها جوزي وانا نزلة مديني فلوس في جيبي علشان اشتري طلبات البيت واشتري حاجات للعيل اجيب له بجامة اجيب له شرابات اجيب له شراب اجيب له اي حاجة فيحس ان انا الناس اللي حواليها تحس ان انا فكراهم دي تخلي دي تسيب اثر طيب في قلوب الناس حتى لو انا هقضعهم السيرة الطيبة بتعيش اكتر من عمر البني ادم السيرة الطيبة بتعيش معاكي وانتي عايشة بقول الله يرحمها كتستة محترمة كتستة اخلاق كبنت بنته اصول محتش عارف مين هعيش النهارة ومين هعموت بجر فهم حاجة انك مش بس تحفزي على حب الناس وانتي عايشة تحفزي على حب الناس وانتي عايشة وبعد عمر طويل لما تروحي تقابلي وجهك كريم يقول الله يرحمها كتستة بنته اصول مشاهدتي عزيزات وبانتي الحبيبات بس تقلق كده نبق عليكم من هنا ومس احزي رجالي احنا لازم نقدم كل شيء في هذا البرنامج واحنا برضو عشان الرجال لما ترميهم تتفرج على البرنامج كان لازم برضو نقدم لهم هذه الفقرة وعشان الستات اللي عايزت تجيب حاجة حلوة لجوازاتها احنا بنحاول احو انتدعك سيد يوسر صلاح بنوارنا النهار سيد يوسر صلاح مصنع احزية احزية والبراند اسمه فاترينا عجبني اول اسم حاليك اللي اخترت الاسم لا هو في حد يعني لو ينفع اذكر اسمه هو اللي كارية البراند حد اسمه طاري ابو العزب ده كان هو اللي كارية البراند خلص هو الاسف حاليا ما بقاش معنا يعني وإلا كان هو يبقى اول حد احنا معانا 6 اسم هدية من فاترينا طبعا نظر ان الحلقة الحلقة من كربسة جدا فحنحط فوست لفاترينا على صفحتنا هيو بس اللي على الفيسبوك حضرتك تقداري تغذي العسيمة وتديها الجوزك هدية من فاترينا ومن هيو بس وانتي بقى بتديره وقوليه بس يعني ردوش يبيني كويسة وباترينا كويسين وحسن بس يعني فعمين كده انت ظهرت في الدنيا كلها الله يخليك بنورك وأنا عارفة ان الصناعة الاحذية صعبة مزبوط فعايزة اعرف حضرتك اللي بتصمم حضرتك اللي بتنفس حضرتك اللي بترسم بتعمل النعل بتعمل القالب يعني فهيمي بتعمل ايه؟ لأ انا بشرف على التصنيع حل يعني انا بختار الموديل مثلا ممكن يبقى فكرة او ان انا بسيرش دايما ان انا شوف موديلات جديدة او كده وبقعد مع حد اللي هو الموديلستي خاص بنا احنا في فاترينا وبنزبط مع بعض الموديل وبنبتدي بقى نلعب فيه شوية بحيث ان احنا ناخده عندنا في فاترينا يبقى فيه الروح بتاعتنا طيب وإحنا بنتفرق على التصميمات واحدة الصيحات الشيك قوي دايبة حضرتك بقى علق كده ده ايه ده فرني والطباعة دي بتبقى فرني برضو بس بيبقى فيها طباعة كده بتدي منظر شوية فدي حاجة دي تتلبس على عميسو بانطلون تتلبس على بدلة دي دي معاش نجربة ممشوفش كويس دي دي مربعات ولا ده ايه او مربعات بالزبط دي بتبقى طباعة يعني هي لما عادي يخلص فرني بس بيبقى فيها طباعة معينة كده والأولي بتعملوها لحد نمرة كانب عشان عافر انك الرجالي ممكن يوصل ل 47 واربعين وحاجة دهك احنا في فاترينا لحد 48 48 48 والله عظيم هو الاساسي بتاعنا من 40 ل45 بس 6 و 7 و 8 بتبقى مقاسات خاصة بالطلب بالزبط وبالطلب بتاخد وقتها ديه خلال اسبوع حل هل بقى الفرني الرجالة دلوقتي نازل موضة يعني ولا ده الفرني على طول اه والله اه طبعا يعني الفرني مش موضة وبتنتهي لا هو على طول مطلوب يعني طيب عايز اكلام حيك على حاجة بشوفها يعني في الجزم الرجالي في السنين السنتين ثلاثة اللي فياته الكعب بتاع الجزم الرجالي بقى ادخن او اعلى هل ده موضة 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 اه موضة اه فيه سعب يبقى الكعب صغير وفيه سعب يبقى الاعلى حسب العميل او الاندي يوسر هو عايز ايه يعني احنا بنعمل كله فيه كعب صغير خالص فيه كعب اكبر فيه حد ممكن يبقى قصير شوية او حاجة زي كده بقى محتاج كعب اكبر فبنقدر نعمله اللي هو عايزه اه فالفكر ده نزل بالزبط الرجالة القصيرين بالزبط نعمل لهم جزمة بكعب شوية بالزبط وبتدي برضه حتة كاجول اللي هي اكتر يعني من ان هي كلاسيك لان الكلاسيك معروف ان هو كعب اللي احنا شوفناه هنا ده ده الاساسي يعني اه فهمت يعني الحاجة اللي بكعب عادي ما تتلبس على بدلة لا ممكن تتلبس ممكن تتلبس بس الاساسي اللي هو الكعب اللي حضرك شفتي ده العادي بالزبط طيب احنا عبان ما نشوف الموديل اللي جاي احنا معنا صور حضرك بتهى اه لبترينا اه ممكن يدخل وبعدين نحط الصور دي بقى كاجول شوية ده لونه مش مشي هفون 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 شمو عشان حضرتيني قبل فانا طبعا ما فيش مكحف دي سيفي شوية ودي كعبها سميك اه ولا انا عندي اه عشان كاجول صح بزبط اه دي حالوة دي يتلبس على جينز على كل حي طب عندي سؤال دي قطيفة لا دي شمو شمو كمان كمان مش شايف طبعا شمو بتتلبس في الصيف عادي اه المتعرف ان هي شتا بس لا احنا عندنا عادي بالعكس يعني انا بيتطلب في الصيف الموديلات دي شمو اكتر في الصيف اه بيبسوها في الصيف ازاي ملايش علوك خلص لا ملايش علوك بالشتا بالعكس اصلا جت ستايلست من قيمة شهر كده كده كانت عندي هنا في البرنامج كده ملبسها البنات والستات بوت لا ممكن بقى يبقى انتو عندكم حاجة انتو بقى عندكم بتلبسوا شمو احنا الرجالة بنلبس سيفو ايه ده المودي اختلفت جدا يا الجماعة والله يعني الستات بقى ينفقى تلبس بوت سيفو الرجالة بقى ينفقى يبسوا شمو طب سمحتوا ننزلوا الصور منفاضلكم علشان نشوف التصميمات بتاعت فاترينا ورا بعض ممكن حيك تبصرنا بقى على الشاشة كده وتعلق لنا دي زي اللي هو كان لابسها بس دي جلد ولونها ايه دي بني بني بس تبقى متحددة باسود كده خفيف لونين في بعض الجلد ينفقى يتلبسوا الصف عادي ده متعرف عليه طبعا طبعا عشان بس صلح من معلوماتي شاملها لا لا في الرجالي سفر ده ايه دي جزمة انا مش مش شايف اوه بصراحة حذك نظري انا عديتك دي جزميتك اه اوكي دي جزمة يعني اتعتبر سادة فيها بس كافت من قدام متسميه كافت الحتة دي بالضبط كي وهي من وراء ايه من وراء اه سقطة ولا انا لا لا من وراء لا لا من وراء تمام هي هي ده بقبوت كله جلد طبيعي كله كله احنا حتى البطانة كمان جلد طبيعي الداخرية ده بطانة الفارش بطانة اه سوري جلد طبيعي كله الجزمة عندنا بالكامل جلد طبيعي طب حيك بتعمل من جلد طبيعي عشان يعني سوري العرق والريحة وكل الكلام ده ماتت خالص خالص براو طيب ده بوت ده بوت اه ده برضو ده لون هفون بيبقى فرني شوية وده صيفي برضو لا ده ممكن الاتنين بس ده لأ يعني ده ممكن يبقى شيطة اكتر ماشي ده صيفي ده حلوة قوينا بحب قوي المودال ده اه ده صيفي ده الاول كوليج العادية خالص بس احنا لعبين فيها عمل لها تطعيم كده من قدام وفيها مربعات ودي كعبها علي لا ده الكعب المتعرف علي طيب ده حاجة فاشن شوية اللي هي فيها خياطة وكده واندعلي برضو في خياطة من النعلي بيج كده فدي فاشن شوية حالو دي على الجينز وكده بالزبط فاهمتك دي صيفي بني مش جيزة ما انك اللي اسمها بانس بانس بالزبط صح شكرا انه نسترحل واندعلي دي كان اسمها بانس على ايامنا زمان بس احنا عندنا في باترينة ما تعرف عليه البانس اللي هو السيدة خلص نجيب اسمها ايه اللي واتف بانس برضو لسه احنا بيوليها الكودة عندنا بس بانس او بانس اللي بيبقى بيش كده باندي بنظر يعني على الجينز بر او بزا في كاجول شوية طيب طب حنا افترض النهارده ان فيه راكب بيتفرج عينا عجب ومدال عند حضارك بس عايز لون مختلف كله متاح لان فاترينة مصنعة فتقدر تعمل حاجة مخصوص بزاة فهمت حضارك وده بيحصل بالفعل حلو دي برضو كوليج بس دي بيتي شموه بس دي شتوي بتنفع في الحالتين اه اه يعني دي تتلبس على شورت تتلبس دي تتلبس اكتر على شورت ايوه كده ايوه دي اه دي كاجول اكتر بصي يعني انا على سورة يعني لو 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 يعني حيك عارب لو انا لقيت واحد لبس شورت على عشاموه انا حقطع معي طب لأ شو فيها لو حقطع خلاص يبقى نلغم بنا يبقى ما تنفعش دي برضو كوليج دي زيتي اه اه كله برضو جل طبيعي دي شوية فيها اللواء الابزيم دي التوكا ديتو اسمها ابزيم اه سبورتيف كده بالزبط حلو بالزبط دي ايه بقى جزمت رياضة دي ولا ده ايه لا دي كاجول عادية مش عاملين نستا جزم رياضة ها لا لس لس اه بس دي بقى شتاء اكتر اه الحمد لله اه لا دي شتاء شكرا دي بني وفيها تطعيم صدارة ممكن ابطيها بصدارة في فاخرة الفاشن انه بجد انا شايفاها كلها اسود في اسود لا بني بني وفيها اسود شموة الرجالة بتبس بتنير اكتر للبني اكتر من اللون الاسود لا الاسود الاساسي ما انتو عامين بني كتير كده بيه عشان اللون ده يعني باترينا الوحيدة اللي عملته البني اللي هو تحسي بني واسود في نفس الوقت فحبنا نعمل منه موديلات كتير يعني انا عايز اعرف في الكنترول انتو شايفين اللون الجزمة بني بني غامق طيب شكرا فد ماشي طيب نرجع تاني هيك قلت لحد 48 48 48 دول ننفذ كل الموديلات كلها 48 كل موديلات بتاخد قدية منك وقت أسبوع يعني من 45, 46, 47, 48 لا 46, 47, 48 دول المقسات الخاصة التلاتة دول طيب وحيك قلت بتبتدي من من 40 ل 45 طيب ولو رجل أصغر من كده 38 أصغر مؤخرا عملت 39 يعني مؤخرا لأن لقيت فيه عملة كتير لما ببعت لهم جزمة مقاسة 40 بيقولوا إن هي واسعة عليهم فحاولت إنه فيه أولب معينة كنا عملت منها 39 طيب ممكن تفتن لنا أو تقول لنا سر الرجالة عادة من مقاسة اللي هي كم؟ المقاسة الأشهر يعني من 2 و 3 2 و 3 ده في الكلاسيك معرفش بقى ممكن يبقى في السنيكرز والحاجات دي المقاسات أكبر بس في الكلاسيك 2 و 3 أكتر هل فكرة إنه يعني هل ممكن يبقى فيه جزمة شكلها يدي للراجل معاس أكبر من حجم رجله؟ أو اللي هي أني بقى موديلات يعني زي اللي أنا قلت لحضرك عليها إن هي ممكن تبقى شتوي الجزمة اللي هي كانت كوحل شمودي لأن هي مقفولة والقلب بتاعها كبير شوية ضخم فبيقسها بتبقى كويسها مش واسعة بس هي بتدي ضخامة شوية وهل في رجلة بتعمل كده بتبقى عايدة فيه؟ أو اللي هو المقاسات الزغيرة أنا بسأل بس يعني المقاسات الزغيرة بنتمن البنات والسيتات المقاسات الكبيرة العكس بقى بيلعب في الجزم عشان يدي حجم هم بيلعبونه في الجزم عشان يدي حجم أكبر من حجم رجل عشان يخليها مبسوطة يعني عشان يخليها لا ده كده بيتحك عليها كده ده ييتحك عليها دي جزمة زي اللي احنا شفناها من شوية بس دي لون بيج بيج صح؟ ما أنا مش عايز أقولك أنا شفائي عشان ما انت زعلتش بقى أنا شفائها زتوني لا نضارة لازم نضارة لازم بقى خورنا خلاص احنا خلاص الفقرة دي هولك نضارة بس حلو على فكرة الجزمة دي ده الناعلي بتاعها لونه ايه؟ ده الناعلي بتاعها لونه بني بني في بيج بني في بيج ودي حبيك عملناها الاسود؟ كل الالوين اسود زي ما شفنا الزتوني من شوية الكحلي المودة ايه؟ يعني دلوقتي الرجالة تلبس اللي بتفرجوا يعني يلبسوا ايه؟ كده؟ المودة حالين حاجات اللي هي البونتس البونتس زي نحنا نشايفين هذي جميع الالوان ولا ايه؟ جميع الالوان اوه طب هاسألك في سؤال طبان دلوقتي الناس بتتجه الى الالوان الصارخة بس ده في الكاجول عامل بقى حاجة فوسفوري؟ لا يعني ايه باترينا اللي هي الوان ايه انا عارف انا هيك عندك وينك ماشي؟ بس باترينا برضو انا عارف انها انا شفت الصفحة بتاعك وحاجة رائعة ماشاء الله الله هو اكبر يعني وكان هو ده يبقى سؤالي ليه مش عامل حاجة فوسفورية فضيعة بم 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 بس هوا بيبقى حسب يعني السلوك بتاع العميل بتاعنا ف انا ربقى بعرف كويس اوي لان انا بقادي 6 سنين في الشركة حالو فوانا بتابع الحتة بتاع ترولاين د чит دايما wanna فعارف ايه الالوان اللي العملة بتاعاتية فاترينا بتستقبلها لان احنا شوية باخدين الطبع الكلاسيكي فين اللا بيض اللا بيض بيقى فيه مشاكل كتير اETHي مزكن تعمل لهم ماجعلها بس يعني بيوقفي مشاكل كتير يعني دايما بحب الألوان اللي هي الأسود البني اللي هي تنفع في أي مكان دي حلوة أوي آه آه دي 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 باطل بتاعي دي فرني وسادة آه فيها بروك كده من قدام بجد آه خلاص احنا اتفقنا بس حلوة أوي يا أستاذ يوشف والله عازيبت ده البانتس برضو آه ده بانتس ده 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 أنا أشجع بقى بس احنا في فاترين عندنا ميزة ان احنا ممكن يبقى بناخد جزمة متعرف عليها أوي زي الكوليج حلو ونقعد نلعب فيها بقى يعني مثلا من الموديل ده ممكن نطلع خمس ست موديلات تانية آه مم مم وحلوة وبردو نفس المقسات وكل بالزبط وجميلة و الآلب ده بقى ممكن يدي عرض شوية لحضركم تبتكلمي عليه الآيه الآلب ده آه ممكن يدي عرض شوية لرجل آه آه أول ما تشوفيه لبس الجزمة أول ما تشوفيه لبس الجزمة دي من فاترينة بس حرافي إن مش روة ده مقاس ريكله الحريق كليل عن الجزمة مقاس ريكله واصغر من كده شوف انت بقى عايزة ايه خلاص لكن آه فاترينة عارتلك السر آه بقى السر الباب بقى اصغر من كده بس زبط خاص حايك نورتنا النهاردة أنا متشرف بك بقى ولو سمحت خلي فاترينا تعمل لنا شو للجزم المرة الجاية للسيدات والبنات أرجوك وبعمل سنيكرز كمان كمان أنا بعمل بتعتدي السنيكرز خلاص المرة الجاية إن شاء الله على طول ونسي لفاترينا على الست أسائم أو الست هدايا ده ألا حياتهم الرجال المحترمين والستات اللي هاته دي جوازاتها من خلال فاترينا وخلال هي وبس ونحن نحط البوست أو منشور على صفحتنا هي وبس على الفيسبوك جزيز شكر حضرتها أنا بشكر جدا أنا بس حابب بقول حاجة أخيرة طبعا أنا بشكرك جدا بجد بشكر البرنامج بشكر القناة على اهتمامكم بالصنع المحلية لأنه فعلا إحنا كمصنعين بيبقى من أكتر حاجات اللي بتبسطنا يعني من اعتبارها تكريم لنا إن احنا نطلع في برنامج بجد زي برنامج حضرتك ده أنتم تشرفون فأنا بشكرك وبشكر هي وبس شكرا يا فرح وحابب بشكر هي وبس بتاعتي أنا بقى اللي هي أمي يعني بقى وجلها تحية لأنه فعلا كل حاجة بوصلها يعني بدعوتها با منه طبعا فدعوة جبها علي طبعا إلا دعوة الأم الحمد لله دايما بنقول إلا دعوة الأم دي حقي وبنا يخليها لك الله يخلي ويخليك ليها وتشوفك دايما ناجح ومكسر الدنيا أو فيها وبس وغيرها من البرامج فيه برامج كتيرة جدا نجحة موجودة في مصر وفيه برامج كتير جدا بتشجع الصناعة المحلية وإحنا فخورين بك وفخورين بكل المصنعين والمصممين الحقيقة إن فيه طفرة في السنتين ثلاثة اللي فاتوا مصبوط أنا لمستها شخصيا أنا بقيت بشتري كتير قوي أو بقى معظم خلاص لبسي بقى صناعة محلية لأنه أولا بشجع الصناعة البلدي واحد اتنين ده الموسم التامن فإحنا عدى علينا كتير من المصنعين والمصممين والمصممات حاجة تشرف جودة محترمة تأفير عظيم بيقولك جلد طبيعي برا وجوه في برانز عالمين ما بتبقاش جلد طبيعي برا وجوه وبتعرق وبتخلي الحاجات مش لطيفة الجزم العالمية بتبقى غير مريحة الجزم المحلية أنا بقربها وبلبسها طول الوقت في أيام العادية مريحة جدا تعرفوا نرجع للمصنع نقوله الجزمة مدايقاني أو مقطوعة اتفضل تصرف لكن هناك هنعمل ايه فبصراحة لأ فشكرا أن أحدتك وشكرا لكل المصنعين والمصممين والصممات اللي شرفونا هنا أو اللي ما شرفوناش وراحوا برامج تانية وكلكم على رأسنا مشاهدات يا عزيزيات وفنانتي الحبيبيات فورت لأتي كلا سنجعلكم مني من أولونا ومشرفونا دلوقتي واحدة غيرت شكل فقراتي احنا دايما بنحط الموضوع وبنختار له ضيف لكن في فقرة دي احنا اختارنا الضيف على الموضوع اللي هي عاملة وبتتكلم فيه عندها هي وبالتالي دي أول مرة الضيف ييجي عشان الموضوع أو ييجي بالموضوع بتاع بسميه المبارك انت بنورونا النهار اهلا بيكي انا شفتلك فيديو بتتكلمي عن النفس الجديدة او الذات الجديدة او الشخص الجديد عشان نفاهم الناس اللي ما شافتش الفيديو بتاعك دون انت شعوري انت فجأة ممكن تتحولي من بني آدم لبني آدم نتيجة صدمة ما طب بوقعك بينكي навعرفة تعدي فقوتي ااااااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااااا امام تصدمتي انت تصدمتي نتيجة الصدمة such a بتتغير فالحطة دي بتخليكي إنسان جديد أنا أقولها صح؟ أنا فهمتك صح؟ صح نمرة واحد أنا أم تعرف أن أنا بقيت إنسان جديد يعني أم تعرف أن اللي حصل لي ده قواني نشفني عقلني نجحني يعني الترمومتر الترمومتر حاجات كتير قوي يعني أن أنا مريت بأزمة وطلعت منها أن أنا غيرت في نفسي حاجة طورت من نفسي أخدت قرارات جديدة عملت حاجة جزرية في حياتي خرجتني من اللي أنا فيه ودايما بنخرج أقوى يعني بنتواجع أو كل حاجة بس بنتلع منها في الآخر يعني لن نطلع منها أعرف أن أنا بقيت إنسان جديد؟ ممكن وممكن أكون إنسان جديد من غير ده برضو يعني ممكن أكون إنسان جديد لأن أنا قررت اكتشفت أن أنا عايش بأسلوب مش صح عايز أغير حاجة في حياتي شغلي مثلا كان مناسب ليا في فترة معاينة في حياتي وبعدين حسيت أنه لا خلاص أنا الفترة دي عايز أغيره خالص عايز أغير شكله عايزة يبقى عندي اهتمامات مختلفة خالص فممكن برضو دي تبقى النفس الجديدة النفس الجديدة وأنا أتفرج على الفيديو تاك للنفس الجديدة لقيتك بتتكلمي عن الحدود حدود الحدود دي محدش بيتعديها معي بس إحنا أول ما بنقول كلمة الحدود شوية ممكن الناس تتخضي كده لأن دايما يعني عمرك سمعت حد قالك أصي هي يا صعبة بتعمل حدود قوي مع اللي حواليها مش لازم تبقى حدود نشفة هي ممكن تكون حدود صحية بل بالعكس هي بتحفظ العلاقات بتخلي الناس ما يحصلش ما بينهم سوء تفهم بتخليني أنا ما يحصل ليش الاحتراق الزيتي ده إن أنا ببتزي أكون بيجي على نفسي عشان كل الناس بقول لكل الناس حاضر طول الوقت لو في ناس عايشة حياتها بترضي كل اللي حاوليها طول الوقت وما بتقولش الحد لأ دي كده مش عاملة حدود مع الناس اللي حاوليها طب كلميني عن حدود كده مع نفسي يعني إيه بقى عندي يعني إيه أنا أبقى عاملة يعني قادر أفهم إن أنا في حد ما بيني وما بين الآخرين ما ينفعش حد يهزر معي بشكل غير لائق لازم أدين نفسي وقت زي ما بدي للناس وقت وهكذا 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 دي حاجة أنا تعلمتها مع الزمن لكن يعني إيه أنا رضوة أحط حدود لنفسي مع نفسي حدود لنفسي مع نفسي في صحتي أنا بيخد بالي من صحتي ولا لأ باستغل وقتي إزاي هلأ أنا بمسك التليفون مثلا طول الوقت وبضيع في وقتي وما بعملش حاجة مفيدة ولا باستغل وقتي في حاجة كويسة باكل إزاي بنام إزاي باشتغل قد إيه عاملة توازن في حياتي ولا حط كل جهدي في حاجة واحدة وموقع حاجات كتير تانية برضو مهمة ليا فدي الحدود اللي احنا بنعملها مع نفسينا الحدود اللي بنعملها مع نفسينا إن احنا حتى بنسمح يعني هي مع نفسينا ومع الآخرين برضو أنا بتعامل بقى مع الناس إزاي يعني أنا دلوقتي مثلا دخلت في جدل والجدل ده أنا عارفة إنه خلاص ما فيش منه فايدة يعني اللي قدامي مش عايز يسمعني وبيسمعني علشان يرد أنا بستنزف طقتي لو أنا مصرة إن أنا أفضل قاعدة بجدل مع حد بالساعات علشان أقنع بوجهة نظر ما هو أنا طقتي أنا بتخلص بعد شوية وبقوم من الجدل ده متضايق وبقوم متعصبة وبقوم مجدودة فأنا هنا أنا بقى بحط حد مع نفسي إنه كفاية كده وبالحب على فكرة يعني مش لازم أكون غطبان أو متخانق مع الشخص ده لا خلاص أنت كده وأنا كده تمام فدي برضو حدود إحنا بنحطها مع نفسينا إحنا بنشجع إيه مع الناس اللي حولينا أو بنوقف إيه لأن ده في الإخير بيعود علي أنا يقيم بالنفع يقيم بالضرر طبا فكرة أنا نحط حدود مع الآخرين ممكن يخلي الآخرين يقول علي أن أنا شخص مغرور أو شخص مش جدع أو شخص ما بيحبش غير نفسه صح أو أناني أو ما بيدوّرش غير على مصلحته صح صح إيه؟ طبعا دي اسمها الحدود الغير صحية لأن الحدود الصحية هي اللي أنا بحطها وبحطها زي ما قلت لحديك بحب يعني يا جماعة أنا بتضيق من كده ما حدش يبدأ خلف كده أو بصي يعني أجيب حد خصوصا لو حد أنا بحبه والعلاقة تسمح فما قلت لأن الحدود هي مش أبيض و سود قوي عشان بردو أكون صريحة يعني الحدود لها علاقة بأنا معرفتي بالشخص ده عاملة إزاي الحاجة اللي حصلت دي حاجة كديرة قوي ولا حاجة ممكن أعديها ولا ممكن أتكلم بالروحية حاجة كمثال أتنين صاحبات بنات اللي اتنين متجوزين واحدة حطة حدود إنها متقولش لصحبتها على كل حاجة بتحصل جوة البيت ما بينها وما بين جوزها أو الهدايا أو الصفر أو الحاجات اللي هم بيشتروها لصحبتها النحية التانية صحبتها بتقول لها على أدق التفاصيل في الحياة الزوجية بالحاجات اللي جوزها بيجيبها لها واللي بيفكر يجيبها لها أو يشتريها ما هنا دي حطة حد ودي حطة حد حال؟ حال لكن النهاردة الصديقة اللي شايفة إن صحبتها مخبية عليها الخناءات ومخبية عليها الحلو ومخبية عليها هم بيشتروا إيه وبيجيبوا إيه وكذا شايفة إنها مش صديقة صدقة معاها لأنها ما بتقول لهاش كل حاجة والتانية شايفة إنه آه أنت صحبتي بس أنا من حقي إن أنا حط حدود لغلقتي مع زوجي مين فيهم الصح؟ إيه بقى؟ إيه بقى؟ كل واحد واللي يناسبه أنا أنا يعني لو في حد شيء واللي نسبني ده حيضيقك ما هو أنا لازم أحترم إن الحوالية ليهم حاجات مش بيحبوا يشاركوها مع الغير لازم أحترم ده وإذا حد ما بيلاقي صعوبة بيحس إنه مش مرتاح بيتوتر بيحرج بيتدايق إنه هو يحكي قوي كده لأنا لازم أحترم ده برضو لازم أحترم إن هي شخصيتها كده مش بتخبي علشان سبب وحش أو علشان بتخاف مني أو لأ هي مش بتعرف تدخل قوي الناس في التفاصيل التفاصيل بتاعت حياتها لأن الناس مختلفة وأنا ممكن أكون كده وممكن حد تاني يكون لأ شايفنا دي حاجة إحنا صحابه قريبين وبنقول لبعض كل حاجة فهي الناس مختلفة عشان كده بقول لحضرتك هي مفيهاش أبيض و سود قوي هي فيها رماضي كتير فيها مناسب لطبع الناس طبيعة العلاقة قوة الصداقة لأنه في ناس آه ممكن يكونوا عارفين تفاصيل كتير قوي في ناس عارفين تفاصيل نص نص في ناس ما يعرفوش غير ملعة الوش فهي عشان كده مش عارفة أديكي إجابة نموذجية قوي بصراحة مفيهاش أبيض و سود طب خير أسأيك سؤالتي أو بشكل مختلف إحنا وإحنا صغيرين كل الستات اللي هم كانوا بنات في سن المراقة بيقولوا كل حاجة لأي حد أنا كنت من الناس دي كل ناس عارف عني كل حاجة ابتديت لما أجبر أفهم أنه مش أي حد يعرف عني أي حاجة لكن هي دلوقتي اللي بتتفرج علينا البنوتة الصغيرة بتتفرج علينا دلوقتي ابتديت تنتبه لكلامك أوكي لكن هي لم تمر بحاجة صعبة ما تخانتش ما رحقتش تتخان ما رحقتش تقع عشان تعرف تقوم ما حصل لهاش The new me أو السلف الذات الجديدة تعرف إزاي تحط تتعلم تحط حدود للناس من وهي الصغيرة تعملها إزاي تعملها إزاي أنا هقول لحضرتك حاجة حلوة قوي الثقة بتتبني في وقت كتير قوي وبتقع وبتتهز في لحظة يعني أنا ممكن أسق في حد يخدني وقت عشان أعرف أقول لك سر أعرف أخد رأيك في حاجة أنا عندي مشكلة ومش حابة أن الناس تعرفها لكن اليوم اللي أحس إن الشخص ده خني فيه خني الثقة بتاعتي هنا خلاص فما بنصقش في الناس بسرعة ومش عشان أنتو بحشين عشان هو ده الصح عشان ما يبقاش فيه عشم زايد وفي الآخر ألاقي إن أنا يا تسرعت أو أنا غلطت أو هو أنا ليه ليه قلت كل ده ولاقي نفسي وقعت نفسي في الغلط ولاقي نفسي اتجرجرت اتجرجرت في حاجات تعبتني وجابتلي مشاكل فخلينا ناخد وقتنا وبلاش ندخل في الصداقات بسرعة أو بالجامد خلينا ناخد وقتنا علشان نتعرف على الناس وبعدين نحكم ده أصد فيه ده نص نص ونص وكده و حتى لو الصديقة اللي هي موجودة دلوقتي في حياتها مديالها قوي وبتقول لها كل أسرارها و و و و وفتح الكتاب فتح كل صفحات كتابها لها أنا رأي شخص لأنهم دلوقتي بيتفرجوا علينا كل واحدة عندها بس فرند عندها أنتي ما عندها واحدة صاحبتها معاها في المدرسة أو فقولها جامعة أو بتاع وشايفة أنها صاحبة العمر وأنا فهم حديث بتقولي إيه لأنه في السن ده صحابنا بيبقوا حياتنا صح وفي السن ده هي اللي فهميني وهي اللي كده بس يعني ما هو إحنا مع الوقت عارفنا أن فيه صدقات ما كانش مكتوب لها أنها تبقى مدى الحياة وفيه صدقات لما انتهت حصل حاجات وحشة قوي اللي عايز أقوله أنه خليكوا حذرين ومش وأنا ما حبش أن حياتي تبقى يعني كل الناس عارفة تفاصيلها ده رأيي أنا الشخصي وفيه ناس ممكن تختلف معي بس أنا شايف أنه ده الصح خصوصا في السن الصغير قبل ما نختم قوليلي الخطوط العريضة اللي أنا لو حسمعك دلوقتي هعرف أنه ذاتي الجديدة أو شخصي الجديد حطت حدود أصلا يعني في الأمان ماشي في الراية التراك أن أنا أبعارفة أن أنا حطت الحدود دي أن أنا أسمع نفسي أسمع إيه اللي مناسب بالنسباني وإيه اللي مش مناسب إيه اللي مقبول وإيه اللي مرفوض إيه اللي بيخليني مش مرتاح إيه اللي بيحرجني إيه اللي فيه تطفل على حياتي وعلى قراراتي وهل اللي جايب بينصح بقلبه وبيقول النصيحة مرة بعدين بيسيبني ولا مصر يخليني أعمل اللي هو عايزه دي كلها حدود قوي تاني أخي هكذا أنهي واحدة اللي مصر يخليني أعمل اللي هو عايزه لو حد مصر يخليني أسمع كلامه ماسمعش النفسي رأيي غلط لا أنت مش فاهمة أنا اللي فاهم هنا محتاجين نسأل نفسنا ده بيحصل ليه الصوت ده جاي منين بتاع الشخص التاني ده تمام أنت نوارت الدنيا النهار ده جزير شكريكي هي كل ذات جديدة بتختلف حدودها عن الشخصية اللي قابليها ممكن ممكن طبعا آه يقدر يكون عندنا كام شخصية واحنا عايشين جديد على حسب بقى على حسب المواقف والسن بس يعني ما فيش حدود يعني دي بقى ما فيهاش حدود صح نوارت الدنيا بسيليك شكرا بسيليك شكرا بسيليك شخص جديد ذات جديدة كما شفت الفيديو بتاعها الفكرة عجبتني قوي أنه أنا ممكن أصحب بكرة السبح علي نفسي شخص جديد بحط حدود جديدة مع الناس بتعامل بطريقة مختلفة ما فيهاش شر ما فيهاش كراهية ما فيهاش بغض ما فيهاش غرور ما فيهاش تعالي بس يا حدود فيها حدود بحبني فيها أكتر فيها حدود بكسب أرض تانية معايا بحط رجلي على الأرض وأنا مشي سبتة أكتر طايرة من غير محد يوقفني عجبني أولي فكرة دي مشاهداتي يا سيد وبناتي أرحب البيت بالبات الجديدة والشخصية الجديدة قلت عفصل قدي كده ودرج عليكم بنهاية هو بس اسمها غريب بس حلو شوجن هنداوي صح كده أنت من وراءنا النهاردة شوجن دايل هو إيه اسمه ياباني هو ردبة في الجيش الياباني مش اسمي يعني بابا يعني كم يشتغل في الياباني لا لا أمال إيه كان بيقرى كتاب اسمه شوجن فعجبه بجد؟ أو والله لا أمو أنت وانت لما كبرتي اتبسطت أن بابا كان بيقرى كتاب الياباني بسرح لا يعني بس يا الله يعني الحمد لله بس اسم تخفى شوجن أيه يعني أنا كنت بقول له هو شوجن أقول لي لأ شوجن صح كده ياباني هو شوجن شوجن يعني شوجن أه بالضبط طيب مهم شوجن يا جماعة يعني ترى اسمي ياباني بالآخر هي صناعة محتوى وبتعمل أكالات لذيذة بشكل وسريعة جتاً وتحط الحاجات وفي نفس الوقت ثالثي صحية صح كده؟ يومي من ده علاقة ده قابل يلا أقول لنا بعد تعمل لنا النهاردة أوكي نهاردة هنعمل أربع صلاطات يلا هنعمل صلاطة زي الخيار بالزبادي أيوه بطاطس بالتونة أيوه تفاح ودرة وصلاة فراخ بالشطة واللمون الله على الفراخ بالشطة واللمون دي ده دي البطاطس بالمشطة واللمون أوه يعني دي واجبة كده طيب إحنا كده قول نضرب الحمد لله ممكن بس إن إحنا نستأذن يعني المخرج إنه يلقي نظرة طيبة على الأكل بعد عشان لو أنا رحت أكلت من الأكل ها عشان كلها نلقي نظرة طيبة على الأكل يعني الإنسان شوق انت عبانة الست وعمل المعاجات مقابله ما بعد ها نظرة طيبة كده أيوه أيوه يلا عشان نجيب شوكة طيبة ها أيوه كامل بقى نظرة طيبة فين الشوكة الطيبة هتيبين الشوكة طيبة كده أيوه دي نظرة طيبة طيبة يا سلام عالطيبة والمس سماح فيه تسامح فيه ها تفضلي يا حبيب تفضلي 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 كيف ما بدك كيف ما بدك ست شوجن كيف ما بتريدي بنبلش انا ماما شامية على فكرة فا لا او الله يا هلا يا هلا والله اوكي يلا قولي المقدير انت بتحطي حاجات كده الزبادي شبط ماشي وعصير لمون حال عليهم الخيار هي صلطة زبادي بالخيار العادية جدا بس بشوية اضافات مختلفة عليهم الخيار اضافات بقى الخاص ها و دور 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 حال بس كده بس كده بس كده يلا الاول الاول طب مش المفوض ان هي بقى يعني بعد ما اتخلص نجيبي الحاجة اللي هي عملتها هناك اه يلا ولا احنا هنبدل من تفرج عليها من بعيد لبعيد كده انا جبت الشوكة الطيبة بس خلص خش علي بعدها على طول اجبها يلا اوكي ها ها با لك تجربي ولا ممكن تجربي تفضل يا رباني يسر عرضك هتالي أبنك بطاطس مسلوقة أقولي بقى المقادير وانتي بتعملي وانا حاكوا يعني انتي تبخي وانا ايه انتي كاستاري وانا جبس على طول بطاطس مسلوقة درة برضو وتونا عليهم توم مفرون وشطة رون شطة يعني بس دي اختياري بصل اخضر ماينيز ممكن يتبضل بزبادي حلو انا مش حاملة مادتي بديه عشان تبديه التون وعصير لمون بس بس كده بس كده بردو اللي بعد دي بقى بتتقدم مع خص حتي بقى اللي تخلصي هاتي يعني من العرض طلعيني من العرض شكرا يا بنتي والله الله خدت ونزله طيبة على الكلام ده قبل ما ناكل فيه ولا ايه اللي بيحسن يلا خدت على اللي بعده على طول تحضر اللي بعدها دي غريبة شوية يلا طفاح بجت؟ طفاح أخضر طفاح وفلفل ألوان دورة بردو بصراحة بحب الدورة انتي بتايز الدورة مين جدا 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 كل الوصفات فيها دورة انا مش هالثي قوي بس ما بحبه كسبرة فراش مم زبادي ده بردو ممكن يتبدل بقى هنا بميونيز مم وشوية ميونيز مم 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 مش معقول حلوتك والله انا بتفرج على فيديوهاتك كنت متأكدة انه حمبستك مم عصل وعصير لمون عصل مم احنا بقى مش هنعود نقلب بقى وانا مايع وقتيننا معجبلك اللي بحضر وانت اللي عادر على التحدي والمواجهة ربنا يستر عرضي كمين اخير اليوم بقى ايه اليوم جميل اليوم جميل اليوم كله تسامح وحب كده اخر صلطة دي بقى يعني هي وجبة مش صلطة حي السلطة بالفراخ بالشطة واللمون فانتبل الفراخ اول حاجة يد زيت زتون عصير لمون انا زي ما انتو بقى شطة مجففة بابريكا ولو مدخنة يعني تبقى كمان ايه وعسل برضو العسل بس بيكسر شوية الحدة بتاعت الشطة دي التدبيلة بتاعت الفراخ ايه انا اول مرة دوق صلطة بقى تفاح هنشوف دلوقتي مع بعض غريبة شوية الاتنين الاولين يجننوا شجون شجن ايوه احنا الفراخ دي بقى اه سيخناها وصويناها قبل الحلقة شان الوقت فا هنعمل دلوقتي بس الجسنج بتاع الاخمر مجدت جامدينيش مجدد ايه مجدد ايه الحلقة والطعامة والله العظيم انتي انتي يعني ده شغف ولا دي مهنة يعني فاهميني كده يعني بدأ بشغف بعد كده دلوقتي حولت المهنة يعني المحتوى بتاعي يعني حولت المهنة انا شوفت على الصفحة عندك بقى كله اكل بس انا كنت تريد سؤال ده هل ده ده ايه اه منه انا صغيرة وانا يعني بحب الطبيق قوي 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 اصير اللمون اصير اللمون وده عسل و و مصطرده عليهم خالة طفاح ثم مفرون زيت 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 زيتون اخر حاجة شوية طب يلا بقول لي اي حاجة عشان هما بيقولين ما يتصحش كده نظيم تسأليه انا وانا صغيرة انا يعني بحب الاكل قوي وفي البيت كله بيطبخ كله بيحب الاكل والطبيخ ويجرب حاجات مديدة وكده مامتك اه طبعا كل حاجة بقى اكل مصري وشامي وكله بس فلما كبرت دخلت المطبخ وبدأت كهوية بخلوم في البيت وكده ما كبرت ده اللي هو كم سنة اه 16 مثلا يعني من قبل كده وانا بدخل يعني اللي هو كده بس انا انا ادخل بقى عمل اكل وعمل محاشي وحاجات كده محاشي 16 سنة اه طب كملين اه 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 انا معنا الفرخ اللي طبلناها اه سيخناها وصويناها حال وحالة اه بس و هنقدمها مع اه خاص فاصوليا وابوكادو وطماطم واجبنا تشادر بالفلفل اه والدريسينج بقى اللي انا عملنا طب كمني لي بقى دخلت 16 سنة تعملي معشي بجد كل حاجة بقى يعني دخلت اعمل كل حاجة اه و انا في الجماعة عملت البيتج يعني كده عشان اللي هو.. أنت خلصت جمعة؟ اوه.. ما شاء الله.. عندي 25 سنة هذا شكلك وصحي بغض لما كنت في الجمعة عملت البيتش كده يعني عشان.. فني يعني.. نزل حاجات بالضبط بس تخرجت من الجمعة اشتغلت معيدة في الجمعة معيدة في الجمعة؟ مم.. سنتين بعد كده قلت لا.. مش أنا.. لا.. سبتها عشان.. عشان ده.. بتغذبتك.. والله.. طب وباباك ومامتك قالوا لك تمام؟ لا.. أنا أهلي كانوا مشرجعين جدا.. جدا.. هتفضلني أولا.. تسلم إيدي.. بس هم.. يعني أنت بقى كمعيدة في الجمعة قالوا لك أن هم موافقين أنت تسيبك جمعة وأنك تبقي معيدة في الجمعة وتعملي بيج تحطي عليها الوصفات وحاجات البيج كانت موجودة وأنا كنت بنزل عليها حاجات بس.. يعني.. فيه كنت أعرف التي من أفكت جدا.. مما كنت أعرفها أفكت أثنين.. فقنت لازم أختار.. فأختارت بقى السوشيال ميديا.. أخترت الطبيق.. كنت أكبر.. أنت.. برافو.. برافو.. من المسدكي أغطيتها هو tomorrow.. بوسيكي.. مم.. عشان حاجاتي كلها سهلة بحاول دايماً أنا أضبط المأدير وكل حاجة يعني ولم حد حاجة ببوز منه بيبعث لي الخطوات العمالة بالزبط يعني وأضبط معاه في حاجة ناقصة في حاجة ما زبطتش إيه ده الصوص ده إيه ده نحن عملاً طيب إحنا طبعاً هزا ملقت ما عشاني أكل شو جل انت نورتيني النهاردة انتي هتبقى في البرنامج ما إن شاء الله معنا على طول سريعة ووصفتك سهلة بسيطة أي حد تعرف تقفر مطبخ تعملها تعملها يجنني شو جن أنا أشف وأنا فخورة بك إنتي باي إباي شو جلعتك اسمها إيه شو جنس كتشن شو جن شو جنس كتشن كتشن مطبخ مطبخ شو جن أيو أنا هتبقك شو جن وبناتي أكيد هيتبقوك عشان أنا بيحبوا المطبخ كده أستنى رؤيك طب أنا لازم أختم عشان أنا لازم أكل لازم أكمل أكل حقيقة فمشاهدتي حسيت وبناتي يا الحبيبات كان معنا شو جن شو جن هنداوي اكتشاف بصراحة بالنسبة لي بقرم هو يجي وهو بيدوق كأكيل يعرف يوصف أكتر مني فمشاهداتي العزائيات وبناتي أهلا حبيبات مطبخ كده نرجع لكم من هي وبس يا جماعة هو 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 ينفع نكون بنحب بعض ومخطوبين وبعدين نقول له خد دبلتك وهاتي دبلتي وخد شبكتك وخدي شبكتي وبعدين نرجع صحابه هو ده ينفع نلعب أصدقاء كده عادي يعني كأن شيئا لم يكن هو ده ينفع احنا مش عافيه إذا كان لا ينفع ولا ما ينفعش احنا هنسمع من النوم إذا كان ينفع ولا ما ينفعش هند المصري منورونا النهاردة هنودا شكرا اتي ضد الفك تماما تماما أما دنيا خالد الكاتبة عزة مينة منورة الدنيا كلها ينودا مع أنا مع أنا مؤيدة طبعا أنه هنود طبعا بالطبعني هجي بالطبعنا عليك من الأول طبعا إذا ولنا هنا وقفة مشاهداتي احنا هنسمع من الطرفين هبدأ بقى معلش نبدأ بالطبع طبعنيها بقى طبعنيها جامد اتفضل يا حضرتك بس هو أول حاجة أن احنا مثلا نحنا في relationship احنا خلاص احنا مثلا نقررنا أن احنا هنوقف العلاقة وأن احنا هنتعامل صحاب الموضوع ده مش هيبتدي فيوم وليلة لازم طبعا يبقى فيه وقت يعني لازم إن معانا time يعني وقت كبير ممكن إن إحنا نحاول إن إحنا نفصل إيه إيه ديها فوزي مميش إنتي بتقولي هنوقف هنوقف هتدوسي زرار هنوقف العلاقة ايوه وبعدين وبعد كده نرجع عادي صحاب آه ده هنوقف العلاقة هي العلاقة دي القرار يعني إحنا هنوقف العلاقة أنا ما فهمتش بق طب أنا هقولك هل ده شي كاسد يعني هقولك على حاجة الفريدي دلوقتي إحنا زمايل في الجامعة وبعد كده مثلا إحنا كنا بنحب بعض وإتنين بيحبوا بعض وتماموا عادي أوكي بعد كده هم كل واحد شاب حياته مثلا هو تجوز وهي تجوزت طب إيه المشكلة إن هم بعد كده لو يتقابلوا بعد الزمن هم عادي هيتقابلوا ويفضلوا مقدار السحبية زي ما هو بس لازم بقى فيه تايم هو بعد الزمن إيه اللي هو طب الزمن قد إيه من وجهة نظرك آه ممكن مثلا لا هو بياخد وقت يعني مش هيبقى مجرد مثلا يومين تلايتها أنه أقرر فجأة إيه اللي هو كان بقى يعني ممكن مثلا على الثلاث شهور هesome ها وبعدين تسيبي وكاني ثلاث شهور وبعدين ترجعي يقولك آآآ inveكي يا دونيا عملي هي حبيبتي أنا عايزة تكلمك على يعرفي خطبتي الجديدة بالغير عليها قوي تفتكرة عم اعزي يبص congest إليس حدي إنت حبيبي دول أتسي حد قلت على أديك المحال قبل إلى أور طب أنا هاقول لك على حاجة في دول لئتي دلوقتي إحنا متجوزين وفيما بيننا أولاد احنا مش بنتكلم في الجواز احنا بنتكلم ما قبل الزواج بنتكلم في الخطوبة كنت مخطوبة المتحط يا دنيا فسختي خطوبتك مع المتحط هالمتحط النهاردة بعد ثلاث شهور ينفع يكلمك يقولك انا خطبت سارة قوليلي اجيب لها الشبكة بتاعتها منين طب فريدي احنا قردي بنتقبل في الشو لكل يوم او مثلا في الجامعة كل يوم الزمالة حاجة والصداقة حاجة تانية يا معامي انا كده هططر ان انا هتعامل معاه سلام عليكم يا جاري انت في حالك وانا في حالي اهلا متحط صباح الخير مع السلامة يا متحط سلام عليكم لكن متحط هيكلمني يقولي اصلا انا سارة افش علي عشان انا عملتها وحش قوليه عملها ازاي لا ما هو مش هيبقى مجدار احنا ممكن بعد كده لازم يبقى فيه وقت ما تتكلمي يا هند انت سكتة ليه يا ماما بحب اسمع لي الاخر افضل اسمع لي يا ماما احنا تكلم عليها لو هي خطوبة او هي مسلا جواز بس مافيش اطفال مش عايزين جواز تمام بلاش بياز اه ايه انا معنى المعنى المشاعر ده حاجة مقدسة جدا تمام 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 فاحنا اتنين بنحبة بعض وتخطبنا ومرتبطين ببعض جدا تمام تمام اول محد من الاطراف يحس ان الموضوع لازم يوقف او انا عايز ابعد ماشي لازم الطرف التاني انا من وجهة نظري لازم الطرف التاني يقطع علاقته تماما بالشخص ده علشان يبقى رحيم بنفسه يعني يعرف يتجاوز الشخص ده لكن انا بشوف ان الاتنين اللي بيفضلوا اصدقاء او يقولوا والله احنا هنبقى اصدقاء ويفضلوا في صراع مشاعر فزيع تمام حتى لو طرف مفيش عنده الصراع ده الطرف التاني بيبقى عنده الصراع ده ابس يقولك بعد فترة ابس يقولك بعد فترة انا بعد فترة هو هيبقى بالنسباني ولا حاجة انت تحطي حدود وهو بيربع غريب كما كان بس هترجعيه غريب مش تحيله يبقى صديق هو اخر شخص ممكن يبقى صديق فاهم طب انا هقولك مثلا افردي دلوقتي احنا مثلا ولاد عم ولاد خالة وفعيلة كلنا مع بعض عايزة اقطع علاقته طب ما هو كده العيلتين هيقطع علاقتهم ببعض كده هيبقى فيه سراع عائلات انا مش بحب حدي ان هو مثلا عيلتي تقطع ما هو كده كده هتتقابلي معاي في مناسبة في جوان مش صديق مش صديق مش صديق انا مش بقول لنا حب حقليبه عدو ايوا بالضبط لكن احنا حنحرص على احنا ولاد ناس احنا ولاد اصول حنحرص على انه لما الوشوشة طلاقة مساء الخير اهلا وسهلا سلام عليكم على السلام بس الصداقة بتاعت ايه تعالى وصلك وتعالى اجيبك وانا غيران مش هتغيري انت مش هتغيري لما انت تكوني بتحبي واحد واقع في دبديبه ما كربتك يا انا يا صعب اه اه اوكي حلو فين بقى دبديبه لو هتودي دبديبه فين لو خلاص كب انا هقول لي فريدي دلوقتي هو انا متوافقتش معي في الرأي واحنا دخلنا في ريشنشيب وتمام انا انا وهو الابنا التربيز على بعض وخلاص حالي تمام هتعرفي تتعاملي معاه وهو بيحب واحدة تانية غيرك هعرف اه اه يبقى ما كنتش تحبيه لا ما هو خلاص انا فهمت ان انا مش هنفى ان انا كون معاه مش هنفى انا بكلمك على مشاعر مش طبيعة علاقة انا بكلمك النهاردة على اه 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 انا كنت بحب واحد وبتمنى وبشوفه ان هو جوزي هعرف اخرج هتعرفي تخرجي معاه وهو خطبته الجديدة لو هو لي الخير وهو حياته سعيد وشايف ان ده ده المصلحته فاوك ليه ما هو كده كده انتي هتقابليه سواء مثلا كل حاجة على فكرة لا اولا طب لو حصل ليه وليه اقابله الكلام ده ان خاتلنا عميتي مضطر احنا لو في غيره هنقابله كل يوم انتي مش مضطر لاش لازم يقص صديقك ان انا انا اكلمه طول الوقت احكيله اللي بيحصل معايا طب انتي هتقبالي ان انتي كوني بتحبي واحد وبعد وسبته بعض وبعد هتعرفي مش تقبالي هتعرفي بعد شوية وقت كتير تلت اربع شهور هو شاف اعمنت الحلال ويبتدى يخرج معاه وابتدى ترجع وتكلمه انتي هتعرفي ان هو يقولك تعالي عرفك عليها وانتي تقوليه طيب وحاجي وتعاودي معايا هو في البداية بيحصل نوع من انواع الزعل مش هنكر ان بيبقى في زعل بيبقى فيه اهرب بيبقى فيه طبعا ان انا مش عايزة ومش طيق ان انا شوفوا ان هو مع واحدة او خاطب او كده بس الموضوع بيبتدي بالتدريج ان هو خلاص يعني ده حياته انا شفت ده حياته خلاص انا هتعرفي تعاوتي معاه هو خاطبته اين هي ابلت اين هي ابلت اين هي ابلت تم انا مكنة اكون شفت حياتي وانا وانا خلاص انا اولادي انا وتخرج انتو الاربع مع بعض لو احنا اولادي يتحبوا كلنا مع بعض في الجماعة فهيبقى تماما ليه ليه ثانية واحدة احنا كده يا جماعة على فكرة ده فيه مشاعر لا لا انا مش اواضي انا مش اواضي انا مش مشاعر عند حد منهم انتو يعني انت حواحي يخرج بخطبته وانت تخرج بخطيبك وافشا مع معادي بقى نتقابل اصلا ما يفعش ان انا قلبه عدو انا مش بتكلم في نتقابل طبيعي انه اي ميت ماي اكس هو بيميت اي اكس ده طبيعي تمام لكن احنا بنتكلم هل حضرتك الطبيعي ان هو يكلمك كتنين اصدقاء بعد الانفصال ويقولك يلا نخرج طيب انا هجيب خطيبي واجي اخرج انا وانت وخطبتك لو احنا التلاتة اللي اربعة خطبته ما جاتش فيه لو احنا اللي اربعة الموضوع انا تأكدت خلاص مليون في المية ان هو مش هينفعلي فريدي طريقته ما عجبتينيش انا انا مش انا 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 مش معاي احنا عايزين نبقى ناس بس نرد على الاسئال طب مثلا بعد ايزن حضرت اميش اوكي انتي هينفع تخرجي مع الاكس بتاعك خطيبك الاولاني مع خطبته بخطيبك الجديد لا الحمد لله عدينا اهو عدينا حلوة هينفع حضرتك النهاردة خطيب حضرتك القديم يكلم حضرتك يقولك انا عايزة اجيب هدية مناسبة خطبتي ممكن تساعديني نشتري لها حاجة تبسطها او لان كان فيه مشاعر طيبة ما بينه ما بينه في الاول انا دلوقتي انا صحبت عليه واحنا خلاص احنا حبينا بعض وخلاص تمامه اتأكدنا ان احنا تمام في روليشنشاب طيب دلوقتي انا انا حسيتم ان فيه حاجة غلط احنا مش هينفع ان احنا بعد كده نتجوز بنحيش مع بعض وكده اولي حياتي وانا ليه حياتي فالموضوع مختلف طب ايه المشكلة ما انا خلاص انا اتأكد ان هو مش هينفعلي انا جربت انا خدت الرزق وجربت انتي ايه اللي عرافك الطرف التاني هو بيفكر فيك ازاي او برضو ان هو تجاوز الموضوع لا اهو شاف حياته دي حاجة مش هتعرفي انتي تبقى موليمة بيها بشكل كامل فهماني حتى انتي ممكن تكوني عايزة تسيبي لينك ما بين كل سبب جواكي بس ما تقدريش تقولي بشكل قدام الناس مسلا او قدامه او ان هو يعرفه طب انا هقولك فيه فيه يعني انا عم نفسي مثلا زميلي في الجامعة وكده هم كانوا صحاب مشي وبعد كده عدى وقت ومر زمن وهم انفصلوا في الجامعة هي اتجاوزت وهو اتجاوز بعد كده لما تقابله تاني هي بتسأله انت دخلت اولاده في مدرسة ايه ما دي مش صداقة هي خلاص احنا بنرجع تاني الصداقة اللي هو لدرجة ايه احنا عايزين نعرف اخبار بعض وبترى على فكرة بترجع العلاقة اقوى كمان من نحن لما كنا في علاقة ودي انا شفتها في الواقع يعني انا مش بقولي الكلام ده بناء على كلام مثلا عندي لا دي حاجات انا شفتها من صحابي يعني ما انا عايز بولك الحاجات دونيها ويعني اصلا صداقة الصداقة دي اللي هي العلاقة الغير مشهودة اللي بتقود بيقودها الاحترام الاخلاص عدم المنفعة وما حدش عايز حاجة من حد غير انه احنا بنحب بعض وعايزين نكمل صحاب ما ضده تمام حل وفيها نوع من الحب ماشي خلاص لكن حضرتك النهاردة بتتكلمي على راجل كان هو في العلاقة الطرف راجل وحضرتك في العلاقة الطرف الست تمام كنتو حضرتكم كنتو متفقين انه طبيعية العلاقة شكل العلاقة ان احنا بنحب بعض وحنتجوز تمام مش هلعاخليش رياعة المتعاقدين خلينا اقول لك من حتة تانية حلو احنا النهاردة عملنا اتفاق ان احنا بنعرف بعض عشان نحبه ونتجوز حلو خلاص تمام كان فيه غيره كان فيه مشاعر كان فيه حب كان فيه تفاصيل كان فيه خروجات كان فيه طريق تعامل بشكل معين كان فيه ما تأخريش ما تلبيسيش ما تكليش ما تشربيش بكلم مين مين اللي عملالك كومنت على الفيسبوك انت حلو قوي النهاردة انت امر قوي بكرة انت مش عارف ايه انت ايه من باب حتى الاحترام ان انا مقدرش ارجع اكلم راجل وانا ست متجوزة زي ما انت كنت بتقوية دلوقتي كان بيغزلني زمان ما هو دي دي ما يعني حتى مش من باب المشاعر ده من باب الاحترام معنش ثاني واحدة انا هاولدك خليتك خليتك في الخطوبة يا سيتي باشنك ثلاث تجواز ما يشبالاش نبعد عن دلوقتي انا النهاردة دلوقتي اخد الاكس بتاعي انا هو بقينا صحابه وانا عمانديش مشاعر دي وتجاوزت المشاعر بتاعتي تمام وتماما هو خاطر لما انا بقى هيدخل على حياتي واحد دلوقتي حال حضرتك هيبعندك الشجاع او الجراع نتيجة ايه ده الاكس بتاعي واحد اتنين الاكس بتاعي يسائل علي ثلاثة مين بقى الربل اللي حيبال ان حيك تكوني صديقة الاكس بتاعك اربعة ازاي انا اساسا كبني ادم ابقى مع واحد في علاقة ده خطبته وبقول ان انا صديقة واحد كان بيقول لي انتي احلى حاجة في حياتي وانتي امر وانتي غزل وانتي تنيني وانتي تهبل بصي اول حاجة احنا بنكون معجبين بالشخصية ممكن في البداية انتي لما بتعجبي بالشخصية غير لما بتتعاملي معاي احنا ممكن نكون فيه اعجاب فيه قصة حب فيه كل حاجة طب انا دلوقتي انا قربت منه انا لقيت ما فيش توافق ما بيني وما بيني احنا 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 مثلا قعدنا ثلاث شهور او اربع شهور انا انا نفسيا تعذبت فيهم انا هو وصل معي لدرجة انا خلاص انا حطيته في زون تاني خالص ما انا موافقة بس انا بكلمك واحد كان سبب تعذيبك انتش هتقبالي طيب انتش هتقبالي ان هو يكون على لينك مع الاكس بتاعته ويكونه اضبطه لا 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 انت وحد بتحبيه جدا وبالنسبالك هو بغض النظر عن كل حد فينا بيحب بطريقة مختلفة تمام تمام فهو اقرب صديقه لي هي الاكس بتاعته تمام هتعرفي تتقبلي ده هتعرفي تعيشي مع الحالة دي لما تحصل مشكلة ما بينك وما بينه هيروح يحكي لصديقته وما تحصل حاجة كويسة هيروح يحكي لصديقته فاي حدث مهمة في حياتكو هي هتبقى موجودة بالزبط فهمها؟ تمام هتقدري تتعايشي مع المشكلة طب انا هقول مثال لا لو شمحت والنبي ردي عليها والنبي تردي عليها هتتتقبلي لو لو هي دخلت بس لو كان لسه عندي مشاعر لا لا انت قد اصلا عندي مشاعر انا قد اقولك ان الباس فرم بتاعتي الاكس بتاعتي مايشي لو انا دولوقتي كل الحاجات المهمة في حياتكم هي موجودة هم تمام هتعرفي تتقبلي وجودها هتول الوقت في حياتكم وانما بتحصل مشكلة ما بينكم هو بيحكي لها او حاجة كويسة فيه خلاف فيه ايان كان هي صدقته هتقدري ان انت تتحمل الشعور ده لو احنا مرتبطين لو احنا مرتبطين انت هو مرتبطين لا انا بتكلم انا بتكلم دلوقتي ان لو احنا مش مرتبطين لا انا بتكلم انا بتكلم انا بتكلم في نقطة ان احنا نهينا العلوقة اللي ما بيننا انت مش فاهمت انت رفت عليك انت حضرتك انت مش فاهم المسلم او مخصي والله دي ديمة الخطوبة ع قبلنا كلين انت مخصوبة حلس mil الست دي ال واكس بتاعته انا الست دي ال واكس بتاعته ماشي الاكس خلاص بتاعت خصيبك المسلم انت بتحبي دلوقتي حانة وهو عاد وهو عائمة كان هنا و انا بحب ذلك و احنا في علاقة ولا أطبع و انا بقى اللا و انا بقى في حياتكو بقى انا صدقتو لو انت صدقتو و احنا في علاقة و هو ما قالاش قال لك دي الاجسب تعليقme اللي قابلك على طول لو قاللي ان هوا الاكس بتاعتو اقرب صديقه اقرب صديقه اه اكبر ما بيحكي له كل البستي فعلا طب و انا نزمتي ايه في حياتكو zedish ياولاد لو احنا مرتبطين لو احنا مرتبطين لا اعادي نحن مرتبطين ونحن فعلاته ما هو الفكرة ان احنا قلنا المسان للعكس ما تبدلي كراس يا أستاذ اصلا موضوع الحلقة كله بس اتقال العكس لو احنا دلوقتي مرتبطين وهو مثلا ان احنا نبقى صحاب ويقوم يعرفني على الاكس بتاعته لا ويتجوزك بقى ويقولك عن الاكس بتاعته انا بتتلم في نقطة الصحاب اي عكزات من شوية طلعته انت خطيبك وهو خطيبته بما خرجته من شوية كنا بس بعد خلاص مفيش مشاعر احنا كل عادة وقت هاقولك دلوقتي احنا انت بتعرفي ان هي مفيش لسه جواه مشاعر مفيش حد بيفضل في حياة حد اننا مفيش حاجة متبادلة اما انا هاقولك من دلوقتي مثلا افريدي احنا خطيبك بيقولك مفيش مشاعر ما بيني والبستي بتاعتي هنمشي خلاص انا متقبلة لو احنا نفصلنا لا او انت معاك وانا معاك اختنعت انا اخضر انا اخضر انا اخضر التكنيك ده بعد كده في المناظرات هسقط عليهم الحكاية بس عيشوا بالله اختنعت 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 ما تجيش ما تركبش انا موجود ان اقولش رائعي انا الوقتي احنا اتعدنا خلاص عن الارتباط والخطوبة مازي استنوا بس انت برج ايه؟ عزراء انت اللي قابلي على طول بجد انت ميزان انت بقى برج ايه؟ لا حوت لا انت هناك برج هناك معايهم شكرا انت ممكن فعلا بقى اصدقاء في بداية اتفضل حديثك بسي هقولك انت ممكن تكوني بتحاولي تفكري في الموضوع حسب الحالة العطفية بتاعتك بجد دلوقتي احنا قررنا ان احنا هننفصل هو هيشوف حياته و انا هشوف حياتي و احنا الاتنين لقينا نفسنا ان احنا مش نفعين مع بعض و هنشبشب لبعد ماشي؟ طيب احنا دلوقتي هنقعد مع بعض قاعدة و هننفصل بالمعروف لازم يكون الانفصال متفقين علي قبل كده مازبوط انا عارفة هو واعي و انا واعي و ما بيننا اطفال حرم ان احنا نظلمهم معنى كده ان احنا مش هنبقى صحاب بعد بنتطلق هو انتو كدتو صحاب و انتو متجاوزين هو اصلا الموضوع ماليش علاقة بالصدق ما هي دي مشكلة انا النهاردة بتطلق و بنفصل انا المفروض امنتين او احافظ على علاقتي بابو بناتي او ابو ولادي بالزبط لصالح الاطفال علشان نعرف نطلع اطفال اسوياء بالزبط مالهاش علاقة قالت ايه النهاردة ياحمد بس انا كده كده الصداقة دي عندك الموضوع في الجواز تحديدا انا اسفة الموضوع في الجواز تحديدا بيختلف يعني انا لو هقول وجهة نظري فيه بيختلف عن الخطوبة كمان بالنسبالي الطلاق دي حاجة فاجعة تمام بتبقى كارثة في البيت اللي بيحصل فيه طلاق تمام فاحنا بنتناول الموضوع والله انا قلت له خلاص لا اصلا هو مش بيحصل بالشكل ده الطلاق بيحصل عن طريق مشاكل كتير قوي بقى جوه البيت انا مش عايزين نتفرع بره للحكاية لكن اللي احنا بنقوله ايه تقدري يبقى عندك علاقة بين قسين محترمة مع ابو اولادك علشان علشان الاولاد ما يتزلموش في النص لكن منهاش علاقة ان حضرتك هتقوليله تعال يا احمد انا جالي عريس اعرفك به علشان خاطر تقولي اذا كان ينفع وانا هاقولك مثال كوميدي ومثال تأكلت اين نهار ده يا حبيبي اكيد شفت كامل عدد بتاع دي نانشوربيني طبع شفت العلاقة اللي كانت ما بينهم يعني ما بين ازواجها التلاتة و ازاي ان مثلا هي اول واحد اتجوزت و جابت منه اثنين وبعد كده العلاقة كملت ما بينهم كلهم لدرجة اللي يعني طالقها بيتصاحب على طرق الاولين ما ديوش صداقة الصداقة دي انت صاحبتك اللي بتستلف منها فلوس وبتستلف منك فلوس اللي بتستلف منها هدوم اللي بتقول لها حبيت احمد وهي بتقولك حبيتي حسن اللي بتعياتي وتنهاري بتشيلك هتروحي تطاليق تطاليقينه لما تطاليقك اللي بعديه تلايك لو خلاص لو احنا انتهينا يبقى خلاص بس انت مترددة انا عايزكت عندمي معايا حلقات ايه وبص اللي كده انت حتنعيشي الدنيا هتنعيشي الدنيا فده ايه هادية ورسية كده وفيه فيه فكر برضه هتروحي لطريق التالت التاني تقولينه ان الطريق التالت عايزي يطلعك وخانك اوه او لا بس احنا هنبقى لو انفصلنا هو راح في حيلي وانه رحت في حيلي هل معنا كده انا مش هتجاوز هل معنا كده هو مش هتجاوز تاني دي بتخلص العياقة من هنا الحكاية خلصت يعني هو انت انتعد دلوقتي انا مش هفضل مش هفضل عايت عليه العمر كله وانا انا اخفى وبرده مش هيبقى صديق عايت عاية بقى بتاعت تقنعنا انا اقولك بتاعت تقنعني ان فكرة انه خلاص انت روحت بس بالاحب انا احسوف القبضات اللي بعت وخلاص هشوف فيك داس يعني انا دلوقتي انت دلوقتي بتنصحيني على الهوى ان انا لما ايجي احب راجل وبعايزة اتجاوزه اكلم ابو بناتي اقول له تعالى انا عايزة اعرفك باحمد علشان احمد بيحبني وانا بحبه وعايزة اخد رائيك طب انت من حقك انك انت تجاوزه تاني انا مش يعني دلوقتي كل واحدة ردي على سوادي لو سمحت يا دنيا انا مثلا انا هاعد معي هاعد معي هو من حقه يتعرف على الرجل لازم يتعرف علشان ممكن اولاد يبقوا معيك هو المسمى بتاع ابو ولادي هو المسمى بتاع ابو ولادي مش صديق يعني هي كل حاجة بتبقى في مكانها مدام مش هقدر ان انا اتكلم معي كصديق او كصديقتي وان انا بقول له حاجة ان حد عجبني بشكل مباشر او ان انا انا هتجاوز اصلا بحبه قوي يعني انا عامت طالية في التليفون وقول له ارحقني يا مش حرفين انا احمد انا وضعته بيعرف علي واحدة وقول لي انصحني اعمل معي لا انا خلاص انا قررت انها هتجاوز مش مستني اعرف رأيه اعرفت بقى ان احمد بيخني اروح بقى ابو بريتي اقول له ارحقني احمد بيخني قول لي اعمل معي عادي ممكن يقول لي اطلاق انا اروح لابو بريتي اقول له احمد بيخني اعمل معي لو اتجاوز تاني وكده انا مش بتكلم في جواز انت بتقول لي لي في الارتباط طالي ايه ماشي صديق ماشي انا راح اتجاوز عرفت ان احمد خلني قبل ما اتجاوز ماشي اكلم طالية اقول له لحقني لو انا انا فعلا في المشكلة ده ما احنا اصحاب هكلمه وقول له حصل واحد اتنين ثلاثة اصلي هو هو هتكلمي جد هتكلمي جد هتكلمي جد لو فاهمك اتطلقت ولا ايه انفصلت ولا ايه سبت بعد ايه فاهمك ازاي فيه مثلا فيه حاجات انا محبتهش ايه لا 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 لدي فيه فيه افتلاف انتو لو تفهمين بصي 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 احنا انا اللي هاخد رأيه فيه التاني احنا لما بنشوف الشخصة من برا غير لما بنقعد مع بعض في بيت واحد فيه حاجات بنكتشفها جديدة او شخصية غير تماما بنتصدم وبنتفاجئ تمام وبقينا كويسين عشان مصلحة الاولاد تمام انا هشوف طريقي زي ما انت قلت هشوف طريقي ونجري بقى ميش تمام ولا هنعيط ولا هننخلص اللي هدري على التحدي والمواجد روح تاني عرفت احمد تمام ارجع تاني اقول له تعال انا عايز انزل قابلك في القتال الفلاني بفلان قولي بس رأيك فيه عشان انا بعد بفكر اتجوزه لو احنا العلاقه بعد كده كويسة يعني ما بيننا بس ما نوصلهاش لدرجة القضايا يعني لو انا تمام انا متفاهمة اسدنك ما انا هقولك بالفضلك انت عمدت على عندي يا ا Leon ممكن فيه ناس بتاخذ الموضوع عكس سيبي القضاية على جنبي يا دنيا ورد علي انا اه مفقا اه اه تكلمي طريقته تعالى اخد رأيك في الرجال هتجوزك اه لا الموضوع خلاص خلاص ما بيني وما بينه وانا هشوف حياتي هو هشوف حياته المشكلة ان انا اقول له بعد كده تبقى صديق قالك ما عجبنيش لا ولا مالي انا مالي برأيي لا مش على حكاية ان انا بصك في رأييي وعلى حكاية ان انا بقول علي فكرة مش كل معنى الصحابة ان انا بسالي احنا دلوقتي في حياتنا في صحابنا في صحابنا البنات هو معنى ان انا بسالي بسالي صاحبتي ان حاجة معينة هل معنى كده ان انا هقتنع برأييها او مش في كل الاحيان اه مش في كل الاحيان انا ساعات انا ببقى مقتنعة بفكرة انا مجرد بس بساليهم وبعد كده انا في الاخر بمشيلي في المال قاتت للأسف الوقت بتعرفها لا تشتت انتي انتي مخطوبة لا متزوجة لا متزوجة ان شاء الله ده هينبسك جدا لازم نشوف يعني والله عظيم هيبقى كل يوم معايا حد جديد يعني هو ممكن يعمل الفكرة دي عشرين تي مقتنع بي او انا شخصيتك عجب يال هو انا هعمل كل حاجة في نفس الوقت لازم نبقى متقبلين يعني انا خلاص انا انفصلت هو ليه حياتي وانا ليه حياتي تبقى المشكلة انت عيش حياتك وانا عيش حياتي ونشوف حدا تاني وشكلة هتخطب تاني اصلا انا مش معاكة ان انا هوقف ان انا مش هتخطب تاني وتالت لا هتخطب وهو جرب أهيمس هذا الليكان ما prejudى لك صوائر شخصي تفضلين اه اه شخصي اللي انتي كنت متمتع به ماشي امت تلوقتي اصحاب اوه وهو خاطب؟ لا كان خاطب؟ بصي هوا أنا أشفت تجارب صحابي كلها بس أنا ما دخلتش في ارتباط رسمي واحدة صحبتك ما جربتش قريبة منك صديقة لحد كانت مختباره؟ او وبقى صحاب لحد دلوقتي وهو خاطب وهي مختبار؟ وكمان بعد ممكن ما تجوزه ووزه هعرف مناطر عارفة؟ او الحلاقة رايحة جاء لأن خلاص أنا شفت حياته وهو شاف حياته خلاص كل واحد فينا هم أصدقاء ولا صدي أن هم معارفت مثلا؟ لا أصدقاء 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 لأن أنا كان في معارفة طيبة ما بيني وما بينه قبل كده وزوج الست عارف ومناطر راجل عارفة؟ او والله او دي حقيقة أنا شفتها بس أنت من شوية قلت أن أنت لو في مش هتقبلي الموقف ده فأنت مقتنعة ولا مش مقتنعة؟ أنا لو مثلا الموقف ده لو نت مرتبطين لا أنا مش هقبل يبقى أنت مش مقتنعة بس فيها بس أنت متقبلة الفكرة لكن أنت مش مقتنعة بيها يعني أنا لو مختلفة عنك أنت ممكن تسمعيني للآخر بس ما تقتنعيش بكلامي أو بس أنت متقبليني أنا طيب فأنت متقبلة الفكرة بس مش مقتنعة بيها يعني ما تنفذيهاش على نفسك فالفكرة كلها عن رأيك اللي أنت مقتنعة بيه يبقى أنت لأ يبقى إحنا اتنين كما مع بعض صباح الفن صباح الفن صباح الفن المشادات العزيزات كانت هذه مباراة يا خنا جدا ولكن اتفق الأطراف أخيرا في هذا البرنامج أنه لا ما ينفذيش صداقة على الحب خلينا نشوف رأي الشارع يعني خلينا نشوف هل رأي الشارع مع هند ولا مع دونيا ويمكن ينصف دونيا يعني يمكن يحصل حاجة تعال شوف رأي الشارع لا أكيد مع علاقة الصداقة تستمر معيها أكيد هي بحالها وأنا بحالي بس بالقذب لو شوفنا بعض السلام عليكم عليكم السلام عليكم الله معها العلاقة تبقى كويسة وصداقة و في الخير يعني طالما ما فيش سلة قرابة بينهم وبينهم المفروض العلاقة دي بتنتهي لا أنا حابب أن العلاقة ما تنتهيش بعد الانفصال الله بصراحة أنا ضد الموضوع ده عشان حضرتك إحنا في مجتمع الشرقي صعب الكلام ده لو هو تجوز أو هي تجوزت ده صعب الكلام يعني أنا مع أن إحنا نبدل صحاب لا أنا بحب دايماً ما يبقاش في العدوانية ولا بعض بحب دايماً القرب والصداقة والحب والسلام بعد ما سمعنا و شوفنا رأي الشارع دي حتبقى من المرات القليلة اللي أنا بصراحة جماعة حقول رأي يعني قبل مختم لا ما مش هكسمها صداقة بعد ما أنا يعني العلاقة يعني 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 واحد ما كنتش بستحمل الهوى يجي من جنبه مين ده و مين دي و مين دول و بغير عليه و رايح فين و جاي منين و بتعمل ايه و بتاع مستحيل بعد ثلاث أربع شهور أهدله على محل ورد عشان يجيب لغطبته الجديدة ورد يعني هاو يو ديس لا طبعاً ما يفعلش صداقة بعد حب يعني يا كون بحب واحد و بغير عليه و شايفاه هو حياتي و دنيتي ولا أقبل إن أي واحدة سيه جنبه أو أي واحدة تمس شعره منه و بسأله مين ده و مين دي و رايح فينه و جاي منين و بتعمل ايه و يعني ايدي تحط لك كومنتو يعني ايه مش عارف ايه قابل بعضين بتلاث أربع شهور حلوة قوي صحبتك أو خطبتك جميلة قوي بقولك ايه عندي راجل بتاع ورد الجن انت على دي ايه ايه هو مين وبعدين لو انا ما حامش على كلام دنيا وهاموفان و هاروح في علاقة تانية انهي راجل ده اللي حقيقي اللي انا اقول له اا معنيش يا بيبي اسانه كمعي على الوقت يدي أكثر بتاعي ايه دي انا مكملش معا له ايه بيني بعدين الانيسة اللي هو هيتجوز ولا هيخطب هتقبل ازاي انا الا لو ايه لا تماما صح يا الله لا كده نركز صديق ثم حبيب ثم يا أمم تجوزين يا أمم يرجع غريب لكن صديق دي هرر هو إيه جرار نمسح بيه كل الذكريات والله يا حضا هين دي نورتين أنت هاو هاو يدو زيس إحنا مش عارفين لا أنا بقول أنه لا بصراحة مفيش كده السلام عليكم جماعة منازل ننهي الفقرة وننهي الحلقة للأسف الشديد بقول لي بس بقى كفاية الكلام حاضر لو نعمل شاء الله بإذننا يا بنات يا حالين وإستاذ يا حالين بكرة ساعة 6 حلقة جديدة بنهيها وبس موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة